نجى رئيس مؤسسة المدال الإعلام والثقافة والفنون رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن فخر كريم نجى من محاولة اغتيال في منطقة القادسية في بغداد أثناء عودته من منزله قادما من معرض العراق الدولي للكتاب ونفذ محاولة الاغتيال مسلحون مجهولون كانوا يستقلون عجلتين نوع بيكاب حيث اعترضوا الطريقة لإيقاف سيارة فخر كريم ثم قاموا بإطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة رشاشة قبل أن يلوذوا بالفرار هذا ووصلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وطوقت المكان وفتحت تحقيقا عجلا للوصول إلى الجنات